اشتركوا في القناة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق في العراق الحديث ربما يريد ان يقول ان يبرر اسباب ازاحت عن السلطة لماذا يعني بعد ثورة التشريين قالوه وجاءه بمصطفى الكاظمي يريد ان يتحدث عن اسباب ازاحت عن السلطة فتحدث ربما كثير حديث طويل لكن نقطين اساسيتين تحدث عنهم قال ان وزاحتنا جدي هو هكذا يريد ان يقول هكذا قالها لان مواقفنا مع ايران ازعجت الادارة الامريكية مواقفنا مع ايران ازعجت الادارة الامريكية اول انه يعترف انه هو منحاز لايران يعني بدلا من يقول ان مواقفنا الوطنية لانه ما يمتلك مواقف وطنية لو كان يمتلك مواقف وطنية ما طلع الشعب ثائر ضده فيمتلك مواقف تدعم ايران لانه ايران هو يراها هي دولته يعني كل السياسات كان يوجهها لصالح ايران وما زال كل هؤلاء الذين حكموا العراق من عام 2003 اللي حد الان ادهموا الاولوية ايران فبالتالي هو يعترف مواقفنا مع ايران ازعجت الادارة الامريكية وطيب السؤال اللي اطرح نفسه هو من اجابكم للحكم يعني مو مو امريكا الادارة الامريكية هاللي جابتكم للحكم مو هي اللي ترعاكم وما زالت ترعاكم ورعتكم وما زالت ترعاكم مو هي اللي لمتكم مو هي اللي اسستكم النظام السياسي هاي العملية السياسية مو هي اللي وضعت لكم الدستور هي اللي تتحميكم اللي قاتلت وياكم قاتلت وميليشياتكم ورعت ميليشياتكم وكبرت ميليشياتكم وسلحتكم وعطتكم كل ما تريدونه سرقتم معها وسفقتم جماعة العراقيين معها وتغولتم على العراق وعلى إيراته وعلى هويته معها وهي من دخلت إيران إلى العراق هذا واقع الحال ماذا يفعل هذا الشعب الدنيا كلها غده هذا واقع الحال أمريكا وكل الغرب وكل الدول الإقليمية وكل الدول العربية كلها ضده مع هذا النظام الذي في كل يوم يدفع بالعراق نحو الهاوية هذا واقع الحال واقع الحال هكذا بالضد من قدرات الشعب العراقي ومن إرادة الشعب العراقي وبالتالي يقول مواقفنا مع إيران أزعجت الإدارة الأمريكية هذا الكلام معيب جدا كنا أتمنى أن تكون له مواقف وطنية وتزعج الإدارة الأمريكية ويتأمرون علي ويا محلاء والشعب كله يصفق له يقول النقطة الثانية تظاهرات تشريم كانت للتعبئة ضد الحشد وطهران ورفعت شعارات ضد جمهوري الإسلامي هم ذولا اللي طلعوا بتشريين مين مواعراقيين أنت رئيس وزراء العراق لو رئيس وزراء إيران كنت أنت مسؤول الحشد لو مسؤول العراقيين أنت رئيس وزراء العراق كله الحشد بغض النظر عن تسميته بغض النظر عن هذه الميليشيات لكن لا يشكل يعني قطرة صغيرة جدا نقطة صغيرة في بحر الشعب العراقي غالبيتهم إيرانيين وانتماءات غيرهم ميليشيات ومصائب ولا أحد يريدهم وجبتوهم في فترة من الفترة في غفلة من الزمن ومعامرة كبيرة وانتهتوا فتوى وغير فتوى وجبتوهم وخلاص وتريدون تشلبوا بهم أنت رئيس وزراء أنت القائد للحشد فقط أنت حشداوي فقط وما لك علاقة بالعراقيين تتكلم هذا أنت رئيس أنت مسؤول في إيران مو مسؤول عراقي ما نفتهم يعني أنت ذا كنت عراقي فأنت مسؤول عن كل هؤلاء الشباب الذين خرجوا وذول الشباب ملايين طلعوا والعراقين ويهم كلهم ساندوهم قتلتوا ألف واحد من عددهم ومجرحتوا 30 ألف واحد وميليشيات وطرف ثالث وما أدري منهم قتل وذبح وقوة أمنية الآن تظاهرات تشترين كانت التعبئة ضد الحشيد وطهران ورفعت شعارات ضد الجمهورة إسلامية وما يرفعون العراقيين شعارات ضد الجمهورة إسلامية وأنت شنو أنت تقف معاهم لو ضدهم يا شيء شو الجمهورة إسلامية ما لقلفك أنت منهم روح وقعد بيران روح يا أخي وقعد بيران وخلصنا من هاي من هاي فلسفتك الشوعية على بعثية على قومية على ما أعرف منه على حزب الدعوة هاي كل هالتغيرات اللي مريت به أنت روح أطبقها العراقيين ما محتاجين كل هذا الموضوع أنت انتقلت أنت من القومية إلى البعثية إلى إلى الشوعية إلى المعرف منه إلى حزب الدعوة شنو هالت شنو هالت شنو الفكر هذا وبالتالي أنت تريد تعبر عن محبتك وولائك لإيران أخي روح روح يشي بإيران هذا الشعب تعبان شعب متعرض لنكبة كبيرة حاجة إلى أن يداو جراحة يستعيد وطنة يستعيد هويتة الولاء لإيران يعني أنت ما سمعت الهتافات آه يا آخر مباراة العراق وإيران هذا الملعب بعد ما يهتف يعني ضد إيران وإيران بره بره ماذا يقول هذا الشعب هذا يعبر عن ماذا يعبر عن رؤية هي شيء عبثية هذا يعبر عن شعور وطنية شعور خالص الناس تشعر أنه إيران متغولة عليهم إيران تسحبهم إيران مسيطرة عليهم في كل شيء لا حكومة الشكل إلا بإيران اقتصادنا بيد إيران سياستنا بيد إيران وضعنا الأمن بيد إيران علاقاتنا بيد إيران كل شيء بيد إيران نعمل إيران موانئنا ومنافذنا الحدودية كل شيء إيران إيران المن يقفون على المنابر يؤيدون إيران ما هكذا ماشي تريدون تبنيون علاقات طيبة وإيران يبنو كل الدنيا علاقات طيبة هاي الأنظمة تبني علاقات طيبة والصفر مشاكلها لكن لا أن تنتمي إلى بلد آخر وأنت تحكم بلد آخر يعني كل مصالح البلد الآخر إيران أنت ترعاها من دون مصالح بلدك ترعاها الإيرانيين ولا ترعى شعبك هذه كارثة الحقيقة هذا هذا الولاء هو الذي وهذا الخراب وهذا التغول الإيراني هو الذي جعل الشعب العراقي في ثورة تشرين هذا نفس الهتاف اللي يهتفوه بالملعب نفس الهتاف اللي يهتفوه في ثورة تشرين يا عادل عبد المهني نفس الهتاف إيران بره بره وقامت الدنيا ولم تقعد وإيران لم تقبل ودزت ميليشياتها وأمرت ميليشياتها أن تقتل الناس وقتلتهم بهذه الطريقة هذا وقع الحال أما تحدثتلي عن قضية يعني بتألف قضية تفلسفون بيها بطريقة وبأخرى لا يقبل هالشعب العراقي ما عاد يقبل هذا الموضوع العراقيين يجب أن يستردون هويتهم يجب أن يستردون بلدهم لذلك كانوا في ثورة تشرين يقولون نريد بلدنا يعني شعارهم كان هو استرداد العراق يعني تخليص العراق من الأسر يعرفون أنه كلكم لا تستحقون أن تحكم العراق هذا واقع الحال وكل قوى العملية السياسية الشيعية سنية كردية معرف منه كل لا تستحق أن تحكم العراق فساد وخراب ودمار وجهل وتضليل وكذب ولعب على الناس وولاء للخارج وولاء لإيران هذه كارثة يعني لا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بها الحقيقة وهذا الحديث حديث مزعج للعراقيين ولا يستحق أهل العراق أن يسمعوا مثل هذا الحديث مرة أخرى وقت هذه الحلقة قد انتهى عزا المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة